اكد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور نبيل ابو الفتح اكد ان الرمال البحرية تتشكل ثروة وطنية مستدامة لافتا الى الحرص الذي توليه الحكومة الموقرة لعدم اضرار عمليات استخراج الرمال بالبيئة البحرية لمملكة البحرين انطلاقا من التوجيهات الحكومية للحفاظ على الثروة البحرية لما تشكله من اهمية بالغة للاجيال المقبلة مشددا على ان الوكالة عزمة على تشديد الرقابة لمنع اية تجاوزات للقرار الوزري جاء ذلك لدى اجتماع وكيل الزراعة والثروة البحرية مع عدد من الشركات المرخص لها بالعمل في مجال سحب الرمال البحرية وخلال الاجتماع احاط ابو الفتح الشركات بالقرار رقم 190 لسنة 2020 بتعديل المادة الاولى من القرار رقم 177 لسنة 2019 الصادر عن وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تحديد المنطقة الحكومية لاستخراج الرمال البحرية اذ نص القرار على تحديد المنطقة الشمالية الشرقية من المياه الاقليمية لمملكة البحرين لاستخراج الرمال البحرية لاغراض الانشآت والبناء فقط ويحذر استخراجها لاغراض الدفان كما عرض ابو الفتح حدود المنطقة البحرية المخصصة لعمل الشركات بالاضافة لاستماعه الى ملاحظات واقتراحات الشركات العاملة في هذا المجال الامر الذي يعزز من الشراكة والتنسيق بين الجانبين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة